قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفاقدية لمشروعات في قطاعات تعليمية وصحية وخدمية وسياحية بالأقصر حيث أوضح مدبولي أن هذه الجولة بأحدى محافظات الصعيد تأتي في إطار تحرك الحكومة الميدانية وصع النطاق لمتابعة المشروعات الجارية والمنفذة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المواطنين هذا وأشهد رئيس مجلس الوزراء بالجهد الكبير المبدول في مجمع الأقصر الطبي الدولي ومستوى الأطباء وجودة الرعاية والخدمة الصحية المقدمة للمواطنين